أعلن صاحب السموة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن الفئات المستحقة للتقاعد التي سيقبلها صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ابتداء من يناير الجاري وذلك عبر برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة عندنا حوالي أربع حالات الفئة الأولى بلوغ سن الإحالة للمعاش يعني بصل هو مع توافر مدة مجبة لا تقل عن 15 سنة لمن بلغ من العمر 60 سنة فأكثر يعني هذا بلغ 60 يعني هو بلغ سن التقاعد يعني بلغ 60 وكمل 15 سنة في الخدمة طال عنك وأكثر فالخدمة وخلاص يعني وخمسة وخمسين سنة للنساء هذه حالات موجودة في الحكومة يعني في الدوائر يعني عددها 51 حالة ممكن يعني هذه تمشي على طول يعني الفئة الثانية يعني موجبة للمعاش يعني أن المبالغ المترصدة له في الصندوق تكفي 100% يعني مش ناقصة يعني هذه المبالغ خلاص متوفرة عنده في الصندوق خلاصة يتقاعد باتر ما بينقصه شي يعني بيتكمل عليه أيه يعني مدة اشتراكه 35 سنة فأكثر وهو دون السنة للستين يعني وخمسة وخمسين للسيدات ولذلك هذه عدده حوالي 23 هذين هذين بيحالون يعني الفئة الثالثة مساءلة هذا الشخص المتقائد يعني يعني نحنا لو اشترينا تقاعده يعني دفعنا بداله بالنسبة للصندوق ما يكفي نحن نوضع إليه بدال تكمل المبلغ طويل عمر هي حتى يصل يعني 100% طيب وهذولا يعني صاروا حد منه حتى 30 سنة صحي الله إنه فأكثر يعني وقد يلا عددهم حوالي 86 حالة الفئة الرابعة حالة السيدات يعني المرأة يعني موجبة للمعاش جبل الميعين تقاعد يعني بإعفاء من معامل العمر لمدة اشتراك 20 سنة ما نحدد يعني يعني هي موجبة للمعاش يعني يعني المتوفرة في الصندوق كفيها ومعامل العمر يعني 20 سنة هذه يعني أولا من استوفي الشروط العمر 20 سنة هنا نحن ما نذكر السن يعني نذكر الخدمة أو أكثر أو أكثر دون تحديد عمر المعامل ما نذكر إيها يعني اشتغلت يعني بدري من وقت يعني واضح طول وهي بعتها في تركت يعني مدة 20 سنة خلصت يعني ما بلازم شرط العمر هذه الحالة عندنا ما يقارب من 189 حالة هذه الحالة اللي هي يعني يقبلها الصندوق خلص الآن يعني كنت هذا في شهر يناير هذا مبارك هذا يعني ما يلزم الحكومة في دفع أو كذا لا يعني إلا في حالات مصر لكن نحن عندنا كذلك يعني حالاتي يعني ما نقول كبر سن نقول مرض والمرض يعني هذا صاحب المرض الله يخيه ويعافينا ما ممكن يعني نحن نرحق بالعمل ونحن نعرف هذا العمل يعني هذا المرض يعني مش وقتي نحن أن هذا مجمن نحن ريحة وهذا الحالة الحكومة تدفع بدله تدفع مبارك للصندوق مثل هذا التقاعد تكمل التقاعد منها في المرض هذا الشخص اللي هو يعني الله يخبر بمرض مجمن والله يعافي هذا الثالث الثاني الإنسان الذي لا يعطي طاقته هكذا نقول له لا نحن ما نرحب يعني نرحبك تعسفا وكذا أنت أعطيت لك أنه بلغت في الحالة أنت شرائك تستريح وإحنا وياك بيجي أحد المكانكي يودي يأخذ يعني هذه الحالات يعني اللي في الدائرة بدون ما يدخل الصندوق فيها من اللي ونعطيه